وثائق مسربة من ملف النيابة العامة حول واقعة تصفية الشيخ سمحان عبد العزيز المعروف بالشيخ الراوي اعترافات المتهمين أكدت أن هاني بن بريك يقف على رأس المتهمين باعتباره الداعم والمخطط بالإضافة إلى أخيه صلاح بن بريك وضابط إماراتي يدعى سلام الإماراتي اشترك بتصفية الراوي والراوي واحد من قادة المقاومة الجنوبية البارزين الذين تمت تصفيتهم عقب ترضي ميليشيات الحوثي وسيطرت الإمارات على عدن حيث هزت المدينة موجة من الاغتيالات طالت عشرات الشخصيات الأمنية والعسكرية والمدنية من خصوم أبوظبي التي كانت تحكم قبضتها كليا على المدينة لم تكن هذه الجريمة الوحيدة التي ترتكبها أبوظبي في عدن والمناطق المحررة فالسجون السرية الإماراتية فصل طويل من فصول الكارثة سجناء يعذبون وتشوه أجسادهم وآخرون لا يغادرون إلا جثثا هامدة نهيك عن مخفيين لا أحد يعلم عن مصيرهم شيئا لا تزال وقفات أمهات المختطفين تحكي فصولا من مأساة تدور في أقبية وسجون الإمارات والأجهزة الموالية لها الدور الإماراتي عنوان بارز لملفات كثيرة وشائكة فإلى جانب الإغتيالات والسجون بنيت تشكيلات عسكرية أسستها أبوظبي في المناطق المحررة من نخب وأحزمة أمنية كانت هي اليد الطولة للعبث الذي طال عدن والمناطق الجنوبية سهمت هذه الجيوش الموازية في تقويض سلطة الشرعية ومنعها من الاستقرار بالعاصمة المؤقتة عدن وتعطيل جميع مؤسسات الدولة رغم لافتة محاربة الإرهاب العريضة التي حملتها الإمارات إلا أن تقريرا لوكالة أسوشيتد بيريس سبق وأنكشف في السادس من أغسطس 2018 عن اتفاقات سرية بين أبوظبي وتنظيم القاعدة في اليمن حصل بمجبها التنظيم على أموال مقابل صفقات مشبوهة مؤخرا تقول الإمارة إنها انسحبت من اليمن وأعلنت مرحلة جديدة عنوانها السلام أولى فهل ستساعد أبوظبي تركتها الثقيلة الملطقة بالدماء في اليمن على تسهيل تمرير مثل هذه اللافتات أم أن عواقب سياستها في اليمن ووكلائها المحليين سيفسدون ما بدأوا به وستكون العواقب وخيمة على الجميع